بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا وهو موضوع بيان وثانة العلماء وحاجة الأمة إليهم والرد على من يقلل من شانهم ويقول هم رجال ونحن رجال لهم اجتهادهم ولن اجتهادنا وغير ذلك من الشبهات التي يريدون فيها أن يفصلوا بين المسلمين وبين علمائهم حتى يسهل عليهم نشر الضلال والمذاهب الفاسدة فوجب التنبيه العلماء لهم قدرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين قال الله سبحانه وتعالى قل هل يسهوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر غلو الألباب وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال لمجال سبعين فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا قيل قوموا إلى الصلاة فقوموا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى درجات عند الله الله رصير بما يعملون وكذلك مما يدل على فضل العلماء أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به والتوحيد وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وما هذا إلا لشرفهم لشرف العلماء ومكانتهم عند الله شرفهم الله بالعلم والعمل والإيمان على غيرهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثة الأنبياء ورثت الأنبياء كفى بآل شرفا أن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثتهم بأي شيء التركات والأموال لا العلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درها وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحض وآفر وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواتب لأن العالم يشبه القمر لأنه ينير لنفسه وينير للناس فنفعه يتعدى وأما العابد فنوره قاصر على نفسه ولا يتعدى نفعه إلى الناس ومما يدلكم على ميزة العالم على العابد على العابد الذي يعبد الله عبادة عظيمة لكن العالم أفضل منه وذلك فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن من كان قبلنا أن رجلا قتل تسعا وتسعين نفسه ظلما ظلما وعدوانا فوقع في نفسه أنه يتوب إلى الله عز وجل ولكنه تعاضم ذنبه ولا يدري أن تقبل توبته أو لا تقبل أو له توبة وليس له توبة فذهب إلى عابد من العباد جاهل عابد لكنه جاهل فسأله فقال إنه قتل تسعا وتسعين نفسه لغير حق وأنتم تعلمون ما قال الله جل وعلا بمن قتل مؤمنا متعمنا وجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا عظيم قتل مئة نفسه قتل تسعا وتسعين نفسه بغير حق فهل له من توبة فقال هذا العابد الجاهل لا ليس لك توبة فغضب الظالم فقتله قتل العابد وكمل به البيئة ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال إنه قتل مئة نفسه بغير حق فهل له من توبة قال ومن يحول بين التوبة ولكنك بأرض سوء 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 وإن هناك ناء أو ناس يعبدون الله في أرض أخرى فاذهب إليهم وعمد الله معه توب إلى الله وهاجر إلى الأرض الطيبة وأبعد عن أرض السوء التي نبت فيها فخرج الرجل تاب إلى الله خرج مهاجرا يريد الأرض الطيبة فحضره الموت بالطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة يقولون إنه جاء تائبا إلى الله يريدون أن يستلموه وأن يقبضوا وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط يريدون أن يخيوه فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين البلدتين الأرض السوء والأرض الطيبة فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها فقاشوا ما بين البلدتين فوجدوه إلى الأرض الطيبة أقرب بشرب وفي رواية لما حضره الموت جعل ينوه بصدره إلى الأرض الطيبة لما عجل عن المشي صار ينوه بصدره إلى الأرض الطيبة فقضرته فقضرته ملائكة الرحمة انظروا إلى فتوى العالم وفتوى الجاهل لتدركوا فضل العلم والعلماء على غيره على العباد فكيف بغير العباد والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعاً انتزعه من صدور الرجال وإنما يقبل العلم لقبل العلماء فإذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فأكتوا بغير علم فظلوا وأظلوا ظلهم في أبوسر وأظلوا الناس دل على أن وجود العلماء في المجتمع أمانة من الظلال بإذن الله لأن الناس يرجعون إليه في المشكلات والمعضلات فيحلون على ضوء من الكتاب والسنة ومن العلم النبو ويحصل بذلك الخير الكثير للمجتمع فإذا هبدوا تخذ الناس رؤوساً جهاراً ليس عندهم علم وروسوهم فسئلوا لأن الناس بحاجة إلى السؤال سئلوا فأكتوا بغير علم وظلوا وأظلوا فهذا مما يبين مكانة العلماء وحاجة المجتمع إليه ويبين فضلهم وأنه يجب اخترامهم ومعرفة قدرهم والمقصود بالعلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل فتقوى الله سبحانه وتعالى خشية وخشية الله كما قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن العلم على قسمه علم على الليسان فقط وعلم في القلب علم في القلب خشية لله عجل وجل في القلب لأن الخشية من أعمال القلوب فمن اجتمع عنده العلم الظاهر والعلم الباطل فهذا هو العلم ومن أخذ بالعلم الظاهر فقط دون العلم الباطل فهذا غراره أكثر من نفعه قد يكون منافقا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي وإنما أخشى على أمتي منافقا عليم اللسان منافقا عليم اللسان وقال صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي الأئمة المظلين المظلين المراد بالعالم الذي مدهه الله ومدهه رسول صلى الله عليه وسلم مراد به من جمع بين الصفتين علم الله وعلم الباطل خشية الله سبحانه وتعالى مع العلم بالكتاب والسنة والفقه بالكتاب والسنة وتلك منة يمن الله بها على خواص على خواص عباده يؤتي الحتمة من يشاء وميوت الفتمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب لا نعني بالعالم المتعالم الذي اقتصر على قراءة الكتب وترك العلماء وانتعد عنه وإنما يقتصر على المطالعة وعلى كهرة الكتب هذا لا ينفع نفسه ولا ينفع الناس بل ربما يضر نفسه ويضر الناس لا نعني بالعالم هذا الذي أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى أهل العلم دون تلقي العلم عن العلم وأخذ العلم من مصادر وإنما نعني العالم الذي حمل العلم عن أهله تلقاه عن أهله وبلغه للناس هذا هو العالم الذي أثنى الله عليه ويثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني عليه أهل الأرض والسماء ويستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم الذي هذا الذي هذا وصفه كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي فلما ختمت الرسالة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة فإن العلماء يقومون بميراث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقومون بهداية الأمة إلى الطريق الصحيح وإلى بر الأمان فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وإن العلماء ورثت الأنبياء فالعلماء في هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل لأن الأنبياء في بني إسرائيل يسوسون الناس بالعلم وعلماء هذه الأمة أيضاً يسوسون الناس بالعلم وإن كان الأنبياء أفضل منهم لكنهم يقومون مقام الأنبياء في حمل العلم ونفعي الناس ونفعي الناس به تعليماً وإفتاءاً ودعوةاً وإرشاداً وتأليفاً أولئهم ورثة الأنبياء وهم العلماء وهم مصابيخ الدجا وهم النجوم التي يهتدي بها الناس لظلمات البر والبهر هؤلاء هم العلماء ورثت الأنبي فما داموا موجودين فالأمة بخير وإذا فقدوا حق على الأمة الضياع والهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله فالذين يتنقصون العلماء ويحطون من قدرهم ويزهدون الناس فيهم ويصفونهم بالأوصاف الجليمة يصفونهم بالعمالة يصفونهم بالمداهنة مع أولاة الأمة الصلاطين بزعمهم يريدون أن يحولوا بين العلماء وبين الناس حتى تسمح لهم الفرصة في نشر الأفكار الخليفة ولا يقبل من العلماء بيان لهذه الأفكار وهذه السبهات هذا ما يريده أعداء الله ورسوله واسمعوا إلى ما جاء في مثل هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك نزل في المنزل جراحة نزل المسلمون معه اجتمع نبرا من جملة العسكر الذين معا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل دين وأهل إيمان جلسوا تحدثوا فقال رجل منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكلب ألسنا وأربب بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسخاذ والبقية سكتوا ولم ينكروا عليه إلا شابا إلا شابا أنكر عليه وقال له كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عور ابن مالك رضي الله عنه فذهب الشاب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فسبقه الوحي ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرون وقال الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوذ ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان انظروا كانوا مؤمنين في الأصل لكنهم كفروا بعد إيمانهم ليسوا منافقين من الأول هلولا من المؤمنين لما قالوا هذه المقال المؤمنين مع رسول الله مع غزف لما قالوا هذه المقال أنزل الله فيهم هذه الآية جاءوا يعتبرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنما هو حديث ركب نقطع به الطريق رسول صلى الله عليه وكان كان كبيرهم ممسكا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبلها ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوذ ونعمل حديث ركب نقطع به عن الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه بل يطرأ عليها هذه الآية قلاء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم والرسول متجه وركب راحلته حتى إن الحجارة لتنكر أقدام هذا الرجل الذي يعتذر الرسول لا يلتفت إليه لأن الله أمره أن يقول لهم قلاء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهذه الآية وهذه الآية تتناول كل من استهزئ بالعلماء استهزئ بالعلم الشعري تتناوله الآية فهو وقعاً في هذا الوعيب الشديد ومتصف بهذا الوصف القبيح الذي يستهزي الرسول استهزي بالقرآن استهزي بالعلم استهزي بالعلم واقعاً في هذا الخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله هو ما هو ما يتنقص العلماء أو يسب العلماء لأجل أشخاصهم وإنما يسبهم من أجل العلم الذي يحملون سبهم من أجل وصفهم لا من أجل أشخاصهم فلذلك ما له هذا الحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويجب توقير العلماء احترام العلماء التلقي عنهم التلقي العلم عنهم لأن هذا العلم أمانة يجب على العالم أن يؤديها هو أن ينشرها وأن يدرس هذا العلم ويبينه للناس حمله لمن بعده كما قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله لا أبد له من حملة لا أبد له من حملة ولا أبد من محمول عنهم وهم العلماء لا يؤخذ العلم من الكتب إنما يؤخذ عن أهل العلم يقول بعض السلم إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم أي عن من تأخذون علمكم هو مثل النسب هذا العلم مثل النسب لا بد أن يكون هذا له نسب هذا الذي يدعي العلم عن من أخذه مثل ما تقول إفلال منه جده تقول هذا منه شيخه ممن تعلم ممن تلقى العلم هكذا يكون العلم خلفا بعد سلم ويجب أن اخترم العلماء وأن يُعرف قدرهم وأن يتلقى عنهم العلم قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيجب الرجوع إلى أهل التعلق في الفتوى في السؤال في القوى في كل شؤون المسلمين هم الذين يحملون حل هذه الأمور وهذه المساكل يرجع إليهم فإذا شككنا فيهم زهدنا الناس بطلب العلم وزهدناهم في أهل العلم وحين إذن من الذي يتولاهم تولاهم أهل الضلال يوجهونهم على رغبتهم ليكونوا سلاحاً يطعنون به الإسلام والمسلمين فأهل العلم الله شرفهم ومدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم ومدحهم يأتي من ينقصهم ويزهد فيهم ويصفهم للأوصاف الدمئمة هذا مخالف لله ولرسوله مخاد لله ولرسوله غاش للمسلمين فيجب التنبه مثل هذه الأمور لا نقول أن العالم لا يخطي الحالم بشر يخطي ويصيه ولكن إذا أخطأ فإنه ينبه ولا يوخد عنه الخطأ إنما يوخد عنه الصوام أنا صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلهو أجران وإذا اجتهد فأخطأ فلهو أدر واحد ولا يأثن في هذا لأنه لم يتعمد ما يريد الحق لكنه لم يصادفه بعد الجهد والاجتهاد من الناس من يتنقص قدر العلماء ويقولهم رجال ونحن رجال لماذا تسألون العلماء تأخذون بأقوالهم ولا تسألون ولا هم رجال ونحن رجال كذا يقولون الآن بعض المتعالمين وبعض المجهفات يقول هم رجال ونحن رجال هذه كلمة قالها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في وقته والإمام أبو حنيفة أقدم لأئمة الأربعة كان في عصر التابعين أخذ عن التابعين فهو من القرون المفضلة ويقال أنه أخذ عن الصحابة وأدرك الصحابة فهو إما من أتباع التابعين وإما من التابعين منفسهم لما قال رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن الصحابة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال هم زملاء كلهم علماء هم رجال يعني رجال علم هم رجال ونحن رجال هذه المقالة يقولها الجهالة الآن والمتعالبون يفتون ويقولون يقيل لهم هذا خطأ هذا يخالف ما عليه علماء الأمة يقول نحن هم رجال ونحن رجال يا سبحان الله تقيس نفسك على بحنيفة وعلى التابعين وإتباع التابعين تقول هم رجال ونحن رجال أين الثراء أين الثراء فين الثراء فيجب على الإنسان يعرف قدر نفسه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فيجب التنبه لهذه الأمور يجب اخترام العلم اخترام العلماء وعدم تنقصهم ولو حصل من بعضهم خطأ فالعسمة إنما هي نتتاب الله وله رسول الله صلى الله عليه وسلم أما العلماء قد يخطئون ولكن صوابهم أكثر من خطائهم وأيضا هم لم يتعمدوا الخطأ وهم مؤهلوه يمكن يقول هذا الجاهل يقول لا أنا ما تعمدت الخطأ أنا مجتهد نقول لست من أهل الإجتهاد ما لك تجتهد لست من أهل الإجتهاد الإجتهاد له شروط ذكرها أهل العلم في وصول الفقر أنت لست مؤهلا للإجتهاد أنت خسبك منك عامي أن تسأل أهل العلم ولا تجتهد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يجب أن نتنبه لهذه الأمور وأن نخاف الله جل وعلا في ديننا وفي أمتنا وأن نأخذ العلم من مصادره ومن أهله معروفين به لما انعزل على وقت الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين انعزل بعض تناغيبه لما اختلفوا معه في بعض المسائل انعزلوا عنه وكولوا لهم حلقة مع بعضهم وانعزلوا عن إمام التابعين حسن البصري رحمه الله ماذا كانت حالهم صاروا خوارق صاروا خوارق يقاتلون الصحابة ويكفرون الصحابة بسبب عزالهم عن أهل العلم فاقتصارهم على أخذ العلم عن من ليس من أهل العلم صاروا خوارق أهل ضلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال لا إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع أنهم يقرؤون القرآن ويخفوون الأحاديث ويصلون الليل ويصومون النهار لكن لم يكونوا على جادة واضحة من العلم صاروا في هذه المنزلة وصاروا يقاتلون المسلمين ويكفرون ويكفرون المسلمين بسبب الانعزال لمن عزلوا عن أهل العلم وهذا هو نفس الواقع من اعتزل عن أهل العلم وأخله عن غير أهل العلم حصل له من الخلل ما يحصل ومقل ومستكف وأعظم ذلك أنه يخرم من العلم الصحيح يظن أنه عالم وهو اللي سبيعان وهو جاهل مركب يخرم من العلم الصحيح الله جل وعلا قال وليس البر بأن تأتي البلوت من ظهورها ولكن البر من اتقاه وآتوا البلوت من أبوابها العلم هو أبواب له أهل وخملة فأتي البلوت من أبوابها لا تأتي من الصنوح ومن أعلى العلم ائت العلم من أبوابه من أصوله من صغار المسائل إلى كبارها مع العلماء هذه أبواب العلم في خط العلماء وربما لا تتكلم ولا تأمل سلاح لكن يكون في نفسك وفي قلبك هذه الفكرة الخريفة يجب على المسلم أن يتنبه لذلك لابد من الاختباق بالعلماء إما في الدراسة على العلماء في المسائل وإما في الدراسة في دور العلم في الندارس في المعاهد في الكليات وأما أنه ينعزل ويطلب العلم من غير أهله ويأتيه من غير أبوابه فالعلماء يقولون من ضيع الوصول ثُرِم الوصول من ضيع الوصول ثُرِم الوصول لن يصل أبدا ولا يدرى في أي واد يهلك ولا حول ولا قوة على الله الحاصل أننا ننتبه لهذا الخطر الداهر الذي يجتاح الآن كثيرا من شبابنا ومتعالمين فيجب أن نتنبه لذلك وأن نأخل العلم من أهله ما داموا موجودين ومن مصادره والحمد لله بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الذي يبين كتاب الله وسنة رسوله هم العلماء ما هم نحن ممتدئون ونأخذ العلم من الكتاب والسنة بفهمنا لا نرجع إلى أهل العلم يشرحوا لنا ويبينون لنا معنى الآيات ومعنى الأخاديث الأمور لها أنظمة ولها مثلا أنت إلى أصابك شيء من العهات ومن الأمراض ألسك تذهب إلى طبة المختصية ليعالجوك ليصهولك الدواء أو تذهب إلى المتطببين الذين ليس عندهم علم بالطب يشقوا باطنك أو صدرك ثم تموت وليس عندهم خبرك تذهب إلى الأطباء المختصين إذا أردت أن تشتري سلعة وأنت تجهر البيع والشراء ألست تسأل التجار وأهل المهنة وأهل الخبرة إذا كان هذا في أمور الدين في أمور الدنيا وفي أمور الأبدان فكيف في أمور الدين ولهذا قالوا في الحكمة يفسد الدنيا أربعة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه أربعة نصف طبيب هذا يخرب الأبدان ونصف فقيه هذا يخرب البلدان بفتاواه في أحكام ونصف نحوي هذا يفسد اللساء يفسد لغة العرب أنه لا يعرفها ونصف خيلسوف هذا يفسد العقائق فالواجب أن نأخذ العلم عن أهله ولم نأخذه عن أهله إلا إذا احترمناه عرفنا قدرهم وعرفنا قدر أنفسهم عرفنا قدر أنفسهم وهذا العلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يؤتاه لا يؤتاه مستحن ولا مستكبر اللي يستحي ويخجل ما يأخذ العلمان المستكبر ما يرى العلماء شيئا ولا يأخذ عنه لا يناله مستحن ولا مستكبر هكذا الطريق الصحيح وفق الله الجميع لما يحب ويا الله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعي جزا الله فضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان ما ذكر ونفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين بعلمه وجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا سائل يقول ما هي أهم الوسائل التي تزيد من تلاحم طلاب العلم والعلماء لا سيما في زمن الفتن بسم الله الرحمن الرحيم أعظم الوسائل أن الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف حاجته إلى العلماء ويعرف قدر العلماء ويلتحق بسلك التعليم سلك التعليم على العلماء في المساجد أو في المراحل الدراسية عند المدرسين في المدارس وغيرها نعم يقول سائل ما تعليقكم على قول الإمام أحمد في زمن الفتنة فتنة خلق القرآن إن الناس اليوم أحوج ما يكونون للعلم والحديث نعم واضح لأن فتنة الإمام أحمد وفتنة الوقت الذي هو فيه وهو فتنة القول بخلق القرآن على يد المعتزلة فتنة عظيمة فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا أهل الحديث وأهل العلم الذين عرفوا وعلموا أن القرآن كلام الله ليس مخلوقاً وإنما هو كلام الله فأبوا أن يقولوا القرآن مخلوق وصبروا على الهذى ومنهم من قتل ومنهم من سجد ومنهم من عذب مثل الإمام أحمد صبروا حتى ثبت الله الحق على أيديه نعم وهذا إنما هو بفضل الله ثم بفضل علم الحديث فضل علم الحديث نعم يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا وأشار إلى رقبته فهل هذا من كتم العلم لا قالوا إن الإجراب الذي لم يبينه أنه حديث الفتن هذا حديث التي وردت في الفتن فلو بيّنها للناس لصار عليه خطر أن يقتلوه يقتله الظلمة وكتم العلم إذا كان لدرع مفسدة أعوام يكتم العلم الأصل أنه يجب نشره إلا إذا دعت الضرورة إلى كتمان ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبن رضي الله عنه قال رضي الله عنه ما أتدري ما حقه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها تدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ ألا أخبر الناس يعني بأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال لا تخبرهم فيتكلوا تساهلون في المعاصي يقولون ما دامت ما هي بشرك الأمر سهل تساهلون في الذنوب والمعاصي فأمره بكتم هذه المسألة لألا يفضي نشرها إلى تساهل الناس ويتكل على جانب الرجاء ويترك جانب الخوف فإذا كان بيان شيء من العلم يفضي إلى مضر هكذا فإنه يكتم وعلي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فالأمور التي لا تتحملها عقول الناس لا تأتي بها وإن كانت حقا لأن لا يكذبوها ويكذبوها كذبوا الله ورسوله يطول الناس على قدر مداركهم وعلى قدر ما يفهمون ولا يتالهم بشيء لا يفهمونه ولكن يتدرج معهم شيئا فشيئا نعم يقول فضيلة الشيخ كيف الجمع أو كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم في الكليات الشرعية التي تتطلب استذكارا ومراجعة وبين طلب العلم في مجالس العلم في المساجد العاصل أنه يعتني بالدراسة النظامية التي فيها اختبار وفيها نجاح ورسوب يعتني بالدراسة النظامية وفيها خير الدراسة النظامية فيها خير فيها مقررات فقه تفسير حديث ومصطلح وعلوم قرآن علم لغاه وبلاغه نحو فيها خير إذا فهمها فإنه قد أوتي خيرا كثيرا فإن كان عنده زيادة من الوقت أو في العطل فتلقى عن العلماء في المساجد دقية الوقت ويكون وقته كله في العلم وقتها الدراسة النظامية أو في العطل نعم يقول معالي الشيخ صالح أني أحبك في الله ومرحبا بك في محافظة الخرج أسأل الله رب العزة والجلال أن يمد في عمرك على طاعته والسؤال هل يكفي طلاب العلم التواصل مع العلماء لإنكار المنكرات عندما لا يقبل منهم وبهذا تبرأ ذمتهم قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلويره بيده فإن لم يستطع فبي لسانه فإن لم يستطع فبي قلبه إن كارب اليد يكون هذا لأصحاب السلطة ولي الأمر أو من ينيبه من رجال الحسبة فإذا لم يكن له سلطة وليس هو من من ولاهم ولي الأمر فإنه ينكر المنكر ببيان بالوعى والتنكين والإرشاد والنصيحة وكذلك من رفعه للمسؤولين وأهل العلم من أجل أن يسعى في إجالته هذا من الانكار باللسان فإذا لم يكن عنده علم ولا عنده سلطة فإنه ينكره بقلبه بمعنى أنه يبغضه ويبغض من فعله أو يبتعد عن مكان المعاصي والإنكارات يبتعد عنه نعم يقول تعلمون حفظكم الله ما للقنوات الفضائية من تأثير سلبا وإيجابا ألا يرى معليكم أن خروجكم في بعض القنوات يفيد الناس وينشر العلم نشر العلم ليس مخصورا على القنوات نشر العلم والحمد لله إن له مجالات كثيرة فمن لم يظهر في القنوات يظهر في المساجد وعلى المنابر وفي المحاضرات فقرق نشر العلم كثيرة والحمد لله ما هي مخصورة على الفضائيات نعم يقول أحسن الله إليك ومن اقتنع بالظهور في الفضائيات يظهر فيها ومن لم يقتنع فأمامه المجال واسح نعم يقول هناك من يزعم أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لم يتلقى العلم عن العلماء وإنما تلقاه من الكتب فلاذا صحيح؟ وبماذا نرد عليه؟ أنا لا أعرف هذا ولا أدري عنه ولا عصرته يعني ما ما زملت الشيخ الألباني أو ما شيته أو عرفت يعني كيف ما أدري ما أدري عنه نعم يقول ما نصيحتكم تحديداً لطلاب حلقات تحفيظ القرآن وموقفهم من تدبر القرآن إضافة إلى حفظه نعم يقول ما نصيحتكم تحديداً لطلاب حلقات تحفيظ القرآن يعني هل هو الاكتفاء بالحفظ فقط؟ أولاً يكتفي بالحفظ أول شيء يكتفي بالحفظ فإذا حفظ القرآن فإنه يسعى في فهمه وتفسيره من تفاسيره الصحيحة وعلى أيدي العلماء نعم يقول جزاك الله خير الجزاء هل الخش المذكور في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم علماء الفقه الذين حفظهم الله وسدد خطاهم أم تشمل أيضاً علماء العلوم التطبيقية كالطب والهندسة إذا أخلصوا النية فيها لله هذا يراد به علماء الشريعة إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء الشريعة أما علماء العلوم التطبيقية والصناعات فأكثرهم ملاحدة أكثرهم ملاحدة وكفار ما نفعتهم هذه الصناعات نعم طب يكون منهم من هداه الله واستغاد واعتبرها من آيات الله لكن هذا قليل هذا قليل منهم نعم يقول في ظل الهجمات على العلماء وأهل العلم والتشكيك بهم وأنا أريد وأنا أرد على هؤلاء لكني لا أعرف فبماذا تنصحونني بما أبدأ به من العلوم من أجل الرد على هؤلاء المشككين في أهل العلم عليك أن تلتخط عليك أن تلتخط بالمدارس والمعائد والكليات دراسة النظامية أو تلتخط بحلقات العلماء بالمساجد وتعتني بالحفظ تعتني بالحفظ وتعتني بفهم ما تحفظ على يد العلماء هذا هو الطريق الصحيح لتلقي العلم لحيث لا تنفجر شيئا إلا وقد فهمته ومن لم تفهمه تسهل عنه حتى تتدرد في العلم شيئا فشيئا نعم يقول هناك من عندما كلامكم وصول لا نعتني بفن واحد من فنون العلم ونترك الفنون الأخر لأن فنون العلم يخدم بعضها بعضا وتدرس في النحو والبلاغة تدرس في علم الحديد تدرس في علم التفسير تدرس في الفقه وفي وصول الفقه لابد يكون لك من كل فن يكون لك مشاركة بالتعلم والحمد لله العلماء ما قصروا معنا ألفوا لنا مختصرات ونثرا ونظلا وألفوا لنا متوسطات ومطولات نتدرج فيها فالشام في الاهتمام في هذا والسير مع الطريق الصحيح نعم يقول اطلعنا على فتوى أو بيان هيئة كبار وعلماء في المظاهرات لكن هناك من يقول أن البلدان التي تقوم فيها المظاهرات يبيح دستورها وانظمتها تلك المظاهرات فما قول فضيلتكم ننظر إلى الواقع ماذا أثمرت مظاهراتهم لهم أليس الآن كما تعلمون لم يستقر أمرهم ولم يهدى وضعهم والإنسان ينظر في عواقب ويحكم على الأمور في عواقبها فننظر إلى هؤلاء الذين تظاهروا وحصل منهم ما حصل من الفوضاء ما هي حالهم الآن هل استقروا هل قام لهم دولة وسلطان ما أظن هذا ننظر إلى العواقب الأمور نعم يقول ما موقف المسلم من الخلاف الذي يقع بين بعض الفضلاء في المنهج العملي والمنهج الدعوي وهل مثل هذا الخلاف يستلزم التبديع المنافرة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمن لكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فنرجع في خلافنا إلى الكتاب والسنة ونأخذ الصواب من الكتاب والسنة ونترك الخطاء هذا هو الطريق الصحيح أما أن كل يتعصر لمنهجه ومذهبه وجماعته فهذا لا يجوز تقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحول هذا ضلال وعيانهم نعم قل هل باب الجرح والتعديل أقفل أم هو مفتوح وإن كان مفتوحا فمن هو العالم الذي له الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل موجود لكن من هم الرجال الذين يعرفون الجرح والتعديل وأين يكون وما مجال أما أننا نشرخ في الناس ونغتاب الناس ونقول هل الجرح والتعديل هذا ما يصبح شرح والتعديل في علم الحديث في علم الإسنات حتى يعرف هذا الخديث من أين جاء وما هو سند وما رجال حتى نعرف أنه الصح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا محل الجرح والتعديد في علم الحديث أما أن يتخذ الوشايات وتحريش وتفريط الناس هذا ليس هو الجرح والتعديد هذا الجرح فقط هذا يسميه الجرح ولا نسميه تعديد نعم أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله 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 يحضر هذه المحاضرة وغيرها مجموعة من النساء وهن يتعرضن لمثل ما يتعرضن راه الرجال من الفتن والتشكيك في العلماء أو في ولاة الأمر فنرجو منكم توجيها خاصة للنساء الخطاب للجميع الحمد لله رجال ونساء وما دمنا يسمعنا المحاضرة والدرس فإنهن مخاطبات مثل ما يخاطر الرجال أما لو لم يكن هناك مكبر صوت ولا يبلغن الصوت فلابد من تبلغهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم العيد في الرجال فذهب وخطب النساء ذهب إلى النساء وخطب فيهن لأنه لم يبلغن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم أما الآن الحمد لله الصوت يبلغ الرجال والنساء وفي البيوت فيهم أي مكان وهذا من إقامة الحجة على العباد هذا من إقامة الحجة على العباد أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير نعم هذا السائل يقول إننا نحب علماءنا ولا نشك فيهم لكن هناك شبهة عند بعض الناس نود منكم الرد عليها وهو أن بعضهم يقول إذا كان العالم يأخذ راتباً من السلطان فربما أثر ذلك في فتواه فبماذا نرد عليهم يا أخوان العلماء القضاء والمفتون والآئمة ورجاء الحسبة وكل من يعمل للمسلمين يحق له أن يأخذ من بيت المال ما يكفي حاجته يتفره لذلك وهذا ما يسمى ما يسمى إلا رزق من بيت المال وكان العلماء من قديم يأخذون من بيت المال وكان الصحابة يصيحون للمهاجرين والألصاب من بيت المال ومن الفيت ويأخذون هذا من باب لأن هذا مما يعينهم عن القيام بمهامنا وإلا لم يرى وإلا كان كل نيروحي يشتغل لعيابه وتحصيل القوت لأهل بيته ويترك القوى وتترك الفتوى ويترك التعليم وتعقل الأمور فهذا في مصالح المسلمين يا أخوان هذا في مصالح المسلمين من أجل أن يتفرق هؤلاء لنبع المسلمين نعم هذا أيضا يقول إن هناك من لما صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريب المظاهرات لمفاسدها وجد من يقول إن المظاهرات قسمين إذا كانت سلمية لا تخريب فيها ولا سلب ولا نهب ولا اختلاط وإنما مطالبة بحقوق الناس فهي جائزة وإذا كان فيها تخريب وإفساد لسلب فإن ذلك حرام فما ردكم عليهم نسأله هل في المظاهرات لها أصل هل لها أصل عند المسلمين قديماً أو حديثاً ما عرفت المحاورات إلا من عند الغرب من عند الغرب ما هي في الإسلام الاسلام يحث على الانضباط يحث على السكينة يحث على عدم الفوضى والحقوق ما تنال بالفوضى والشوشرات إنما تنال بالحقوق بطرق مشروعة وبطلب غير طريق المظاهر ما أحد منع لا يرفع شكاية ما أحد منع أن يطلب حقاً لهم ما أحد منع من ذلك أما المظاهرات فليست من دين الإسلام وأنا أقولها وأكررها ليست من دين الإسلام ولا من أخلاق المسلمين إنما جاءتنا من المجتمعات الغربية يجل تشدث الجماعة وتفرق الناس وتخدث العدوات نعم هذا هو المطلوب منها نعم يقول إننا نحبكم في الله هل حضور المحاضرات بواسطة الأنترنت الاستماع إليها لها من الأجر مثل الحضور في المساجد عند العلماء يقول فضيلة الشيخ خليجوز لي اقتناء القنوات التي تسمى قنوات إسلامية بدعوة أنها ليس فيها نساء ولا موسيقى ولا غيرها الله ما أعرفها أنا ما أعرف هو الأفتيت فيها نعم يقول أنا شاب استقمت حديثا لكنني أسمع أن هناك مناهج مختلفة وجماعات بما تنصحني وأنا في حيرة في أمري بما تنصحني يا فضيلة الشيخ يا أخي هذه البلاد ولله الحمد جماعة واحدة وعلى عقيدة واحدة وتحت إمام واحد فاتبع هؤلاء الجماعة جماعة هذه للبلاد قال صلى الله عليه وسلم وعليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار الحمد لله البلاد مجتمعة على الخير وعلى طاعة وعلى التآرف وعلى قيام المصالح فكن معهم ولا تلتفت إلى غيرهم نعم يقول هناك مجموعة من الكتاب في الصحف أصبح شغلهم التنقص من العلماء فما واجب طلاب العلم والعلماء تجاه ذلك الذي عنده علم يرد عليهم مبين يبين أخطاعهم وما تحمله مقالاتهم من الإفساد والذي ليس عنده علم يرفع هذا إلى أهل العلم ويوصل إليهم هذه المقالات والعلماء يقومون بما أوجب الله عليه المهم لازم من التعاون لازم من التعاون بين المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ من هي الكتابية التي يجوز نكاحها في هذا الزمان لأن النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله فكيف يفرق بين الكتابية الموحدة والمشركة الله باح لنا نساء أهل الكتاب بشرك أن يكون محصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات يعني العفيفات عن الزنا فإذا كانت عفيفة عن الزنا يجوز للمسلم أن يتزوجها بنص القرآن وطعام وطعام الذين أوتوا الكتاب خلّوا لكم والطعام خلّوا لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من طلبكم محصنات معناها العفيفات عن الزنا النقيات في أعراضهم نعم يقول الله بح هذا والنصارى يقولون النسيح ابن الله في وقت نزول القرآن ويقولون الله ثالث ثلاثة في وقت نزول القرآن ومعها يقال الله والنقصنات من الذين أوثوا الكتاب نعم يقول كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة أي نص يوم وقول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون نعم نتا لا تعاون بين الآيات لأن أهل الأموال يخاسبون على أموالهم الذي يوفرهم هو المخاسبة على أموالهم خاسبهم الله على أموالهم فإذا كانت كثيرة استغرق الحساب وقتا طويلا أما المؤمن الذي ليس عنده مال ألا لا يخاسب على شيء على ماله ما عندي شيء يخاسب عليه يدخل الجنة ما عندي عائق نعم يقول ما توجيهكم لمدير في مصلحة أو دائرة وطلب منه أن يعين امرأة رئيسة على قسم من أقسام دائرة التي يعمل بها رجال نعم يقول ما توجيهكم لمدير في مصلحة أو دائرة وطلب منه أن يعين امرأة رئيسة على قسم من الأقسام التي يعمل بها رجال إذا كانت تختلق بالرجال فلا يجوز له أن يتيت ولا أن يقدر لا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخار إذا كانت هذه المرة ستختلق بالرجال ولا يجوز له أن يوافق على ذلك نعم قل أنا شاب تزوجت شابة عمرها سبع عشرة سنة وهي متأثرة في أهلها في اللباس وغيره علما بأنني أعلمها أحيانا ولا تطيعني وأتغاضى بعض الأحيان فما دوري في تعليمها وإلى أي حد أتغاضى عنها لا تغاضى عنها لا تغاضى عنها ليستؤثر على بناتك فإذا لم تقبل النصيحة ولم تترك هذه الأشياء المحرمة فالواجب عليك مقارقتها نعم يقول الشباب لدينا حاليا لا يوجد لهم أماكن تحتويهم فلماذا لا يكون هناك أماكن معروفة يذهب إليها الشباب يستفيدون من أوقاتهم ويتم توجيههم فيها بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم هذه حجة البعض فما توجيهكم لهم الحمد لله عندنا المساجد كل حرة فيها مسجد جامعه ومكيفه ومفروشه وفيها مصاحب ومحل راحة وطبالينة لماذا لا يسهلهم في المساجد يقرؤون القرآن يروحون للمكتبات اللي فيها كتب مفيدة في العلوم الشرعية ويقرؤون فيها فيه مكتبات فيه مساجد لهم جاء لمن يريد الخير نعم يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله العبادة في الهرج كهجرة إلي ما شرح هذا الحديث ومعناه الهرج يعني وقت الفتنة والقتل فالإنسان يترك الدخول في الفتنة ويشتغل بعبادة الله عز وجل والهجر معناه الترك الهجرة قد تكون بالبدان وقد تكون بالقلب فالهجرة من السنة من البدعة إلى السنة هذه هجرة بالقلب